لا زال الحديث موصولا عن غزوة مؤتة تحرك جيش المسلمين إلى منطقة مؤتة والتقى الجيشان ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون مائتي ألف مقاتل وبدأ القتال المرير ظهرت فيها بطولات عظيمة للصحابة رضي الله عنهم حيرت الأعداء أخذ الراية زيد بن حالثة رضي الله عنه وجعل يقاتل الكفار بضراوة بالغة وبسالة نادرة والمسلمون معه حتى قتل رضي الله عنه فلما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ يقاتل قتالا عظيما ليس له مثيل حتى قتل فلما قتل جعفر رضي الله عنه أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم بها وهو على فرسه يقاتل الكفار حتى قتل وقد كشف الله أحداث المعركة لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فلما قتل قادة مؤتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرهم أنهم عندنا رواه البخاري قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعيم الذي هم فيه بعد استشهادهم رضي الله عنهم أجمعين فلما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سقطت الراية ولم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بحملها بعده فتقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه وحمل الراية فاجتمع المسلمون حوله ومن بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه فدفع ثابت الراية لخالد فحملها فلما أخذ خالد رضي الله عنه الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو في المدينة أخذ الراية سيف من سيوف الله رواه البخاري استطاع خالد رضي الله عنه أن يرتب جيشه ويثبت أمام هذا الطوفان من الأعداء ويبدأ الهجوم على الكفار ثم إنه استطاع أن يحفظ جيش المسلمين وينسحب بدون خسائر ورجع إلى المدينة حديث ضعيف حديث ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة لما انسحب من المعركة وأخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد ضعيف وقال الحافظ بن كثير هذا مرسل وفيه غرابة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه في مؤتة فقال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه ابن ماجة وإسناده حسن ترجمة نانسي قنقر